عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤتمراً بعنوان الحوكمة الرشيدة في العالم الافتراضي نقش المؤتمر مواضيع العلماء الجديدة ومن أهمها إطلاق قواميس خاصة للحوكمة وكيفية دعم الشباب لتنفيذ أفكارهم الواعدة منتدى الحوكمة الرشيدة في العالم الافتراضي عنوان نتخفه مؤتمر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف رسمي خطة مستقبلية للتعامل مع الواقع الافتراضي والميتافيرس طبعاً الحوكمة هو على رأس أجندة الدولة، فكرة محاربة الفساد أو حدم الفساد، فكرة تطبيق القانون، استجابة للمواطن كل دي من معايير أو من قصص الحوكمة الرشيدة، فأحنا كان معها ده أحنا بنحاول نروج الكلام ده من خلال دورات هدربية، من خلال يعني أنشطة مختلفة كثيرة جداً أنا فخور بالمشاركة في المؤتمر الذي يناقش الزكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والعالم الافتراضي وهناك مبادرة جديدة للجامعة الأمريكية وهي للوصول إلى 100 مليون متعلم على مستوى العالم حيث يستطيع المصريون الاستفادة منها بدون أي تكلفة يناقش المؤتمر على مدار عدة جلسات مواضيع العولمة الجديدة ومن أهمها إطلاق قواميس خاصة للحوكمة، دور الميتافيرس وتأثيرها على هيكل الحكم بجانب استخدام الهولوجرام والروبوتات في جميع المجالات أهمية الإبداع ومبادرات التغير الاجتماعي ودعم الشباب بأفكارهم الواعدة بالإضافة لتعاونات وشراكات مع مؤسسات عالمية بين القطاعات الحكومية والخاصة في المنتدى تحدثنا عن الحوكمة والعالم الافتراضي من خلال اعتماد على تطبيقات ثلاثية الأبعاد والتي ستساعد على التواصل بين البشر وبالتالي على إتاحة إمكانيات ضخمة في الكثير من القطاعات المختلفة خاصة في مجال الحوكمة والإدارة خطة محكمة من الدولة بتوجيهات رئاسية للحوكمة والإدارة ضمن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة من أجل مواكبة التطور التكنولوجي والتجهيز لتحديات المستقبل برؤية عصرية كريم بيورس التلفزيون المصري